الجامعة والمعتزلة والأساعة يثبتون علو القهر وعلو القدر وينفون علو الذات نعم أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع نواعه الثلاثة نعم فالثلاثة كلها صفته نعم ودلت على ثماله فما قال الله تعالى الرحمن على الأرش اتواه فقال ثم اتواه على الأرش الآية في سبعة مواضع من كتابه الآيات الاستوى على العرش في سبعة مواضع من الصرحان كلها بلفظ واحد استوى على العرش واستوى يعني ارتفع على العرش والعرش هو سبط المخلوقات وأعظم المخلوقات فالاستوى ثابت على العرش والعرش أيضا ثانيا نعم فلاهما ثابت لله سبحانه وتعالى الجامعة والمعتزلة ينفون العلو وينفون الاستوى نعم فما قال سعالى إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه هذا من أجلة العلو إليه يصعد لأن السعود لا يكون إلا إلى أعلى نعم والرفع إلا والعمل الصالح يرفعه الرفع لا يكون إلا إلى أعلى فالله يصعد إليه الكريم الطيب ذل على أنه سبحانه في العلو نعم فقال سعالى يخافون ربهم من فوقهم خافون ربهم من فوقهم فقوله من فوقهم هذا فيه إثبات العلو إثبات الفوقية لله عز وجل فقال الله تعالى تعرض الملائكة والروح والبرج والعروض هو الصعود الصعود لا يكون إلا إلى أعلى العروض لا يكون إلا إلى أعلى فجل على أن الله في العروض تعرض إليه الملائكة هو برد الملائكة خلق من خلق الله من عباد الله وهم عمار السماوات والروح نوع من الملائكة وصيل الروح جبريل عليه السلام نعم تعرض من عبد الخاص على العام نعم تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يوم القيامة نعم فقال تعالى إني متوفيك ورافعك إليك قال الله لعيسى عليه الصلاة والسلام لما لكر به اليهود وأرادوا قتله حماه الله منهم وقال الله لأ إني متوفيك ورافعك إليك وليس الوفاة هنا وفاة الموت وإنما هي وفاة القبر والله قادره متوفيك يعني قادره وفيه الحياة عليه الصلاة والسلام وقيل المراد بالوفاة وفاة النوم يعني أصابه نوعا من النوم لأن النوم اتمى وفاة وهو الذي يتوصابكم بالليل ويعلموا ما يرحكم للناس ووفاة النوم الله يتوفى الأرض سحين موتها والتي لم تمت في منامها فالنوم وفاة وفاةه صغره فما أصاب عيسى هو من آل النوم من الوفاة الصغره التي هي النوم أو أن المراد المتوفيك يعني قادره عيسى المراد بالوفاة وفاة الموت لأن عيسى لم يمت بعد لم يمت بعد وحج لا يجال حجا إلى أن ينزل في آخر الجمال ويقتل الزجان ويخكم بشريعة الإسلام ثم يموت بعد ياله الموت الذي كتبه الله عليهم لأن الله جل وعلا قضى بالموت على كل مخلص ومنهم عيسى عليه السلام وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت هذا في آخر الجمال ويوم القيامة يكون عنهم شهيدا فمعنى رأمك وفيد أي قاضبك أو منيمك نوما ورافعك إليهم رفعه الله إليهم بينهم وهم لا يحرون وألقى الشبه على واحد منهم فقتلوه يظنونه عيسى الذي دلهم على المكان ألقى الله عليه شبه المسيح فقتلوه يظنون أنه عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولهذا قال وَمَكْهَرُوا وَمَكْهَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَا كِرِينَ في أسمائه وصفاته ومعنى هذه الكلمة نسو الإلهية عن كل شيء سوى ما تثني بها ومعنى هذه الكلمة إلهية ها إلا الله نسو الإلهية عما ترى الله وإذن أترى لله نعم فليس هناك إله الحق إلا الله وما عداه فهي آلهة الباطلة المعبودات تسمى آلهة تسمى إلهة أجعل الآلهة إلهة واحدة أن ينشوا واصبروا على آلهتكم تسموها آلهة يعني ومعنى هذه الكلمة نفل الإلهية عن كل شيء سوى ما تثني منها وهو الله تعالى إلهية الحق نفل إلهية الحق نعم وفيه النص على أن الأراضين سبع كالسماوات لكن هذه الكلمة العظيمة فيه النص على أن الأراضين سبع لأنه قال والأراضين السبع فنص على أنها سبع بينما أشار إلا ذلك في قوله ومن الأرض مثل هنا المثلية تقتضي المثلية في كل شيء وأمد أنها سبع طبقات نعم لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها أنها مجرد كلمة أن ترجح بالسماوات والأرض إلا لمن أخلط لمن أخلط هذه الكلمة لله عز وجل وأتى بشروفها هذا هو الذي ترجح له بالسماوات والأرض أما من يقولها مجرد له وهو لا يستخبر معناها ولا يجلس معناها أن يفتلها بغير تبكيرها الصحيح أو يعبد غير الله وهو يقولها هذا لا تنفعه لا إله وجودها كعدمية نعم لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها وإذلك كهير الآن من الوتنيين وعظمات الأضرحان رجدون لا إله إلا الله في الأوراد والصباح والمساء يحضون بالفضائل التي وردت لكن لا يسأنبنوه كالمقصود أن يجعون الموتى وهذه الأضرحة والأولياء والصالحين ويرجدون هذه الكذبة متغطتها إلى ذلك لا ينفون ما نفتهم ولا يثبتون ما نفتهم مجرد كلام يرددونه من غير فهل أو من غير عمل طيب عباده الله لا تنفعه لا إله إلا الله فيحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها كثيرا ممن يقولها ولم ينفعهم قولها كحال أهل الكتاب والمنافقين على النافقون الأهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله وقد قال الله تعالى في سورة براءة قاتلوا الذين لا يقولون بالله ولا باليوم الآفق ولا يحجمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أهل الكتاب حتى يأتوا الجيد يتعيدوا وهم سابقون وهم أهل الكتاب ويقولون لا إله إلا الله لكن يقولون المسيح ابن الله عجيرون ابن الله ويدعون الموتى ويدلون على الحبور لا تنفعهم لا إله إلا الله بل الله جل وعلا أمر بكتاب أمهم آل الكتاب وكذلك المنافقون في سورة قوم ذكر الله معائبهم وفرض اقتفاكهم في هذه السورة حتى تلية السورة الفاضحة لأنها طبحت المنافقين وهي يقولون لا إله إلا الله لم تنفعهم لا إله إلا الله لما لم يقولوها بسر إنما يقولون آل نفاقا لم تنفعهم لا إله إلا الله بل جعلهم الله في الدبت الأسفل من الموت تحت عبده الأولاد نعم قوموا يقولوا لا إله إلا الله المنافق يقولوا لا إله إلا الله لكن لما لم يقول هذا بسر وإنما قالها نفاقا لم تنفعوا هذه السورة كما أن أهل الكتاب لم يصلصوا لله بل أشرقوا مع الله لم تنفعهم هذه السورة نعم شحالي أهل الكتاب والمنافقين نعم وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه والشدق والإخلاق وغيرها سعد للقبول ممن دعا إليها علما وعملا وترفي الإنقياد بالعمل بما تقتضيه تحاولها العالم فيه طلبة علم فيه ناس على الأسر لا يكرهون جداوة إلى السورة يكرهون إن الناس بيالهم السورة ينهون عن الشر هذي مصيبة هذي كرارية يعني مدلون هذي كرارية إياه السورة يدعون إلى السورة لأنهم يريدون تفريد يريدون يريدون إلى آخر ما يقولون هذا من خرافية ما تدل على هذه السورة وعدم القبول لها نساء الله العقل وعلى المسلم يحضر من هذا ما يقول من هؤلاء الذين لا يقبلون هذي ولا ينقضون له وإنما ينقضون لمداهدهم وأحيادهم ومنهدهم وأما من دعا إلى توفيد الله ونهى عن الشر فهذا تدرونه تقينا تدرونه أنه نفر إلى آخر ما يكون وأن هناك شيء أهم في هذه الجزئيات والدعوة إلى وحدة المسلمين والسنة والسنة أهم سبحان الله المسلمين يستحيدون بدون توفيد وبدو الإخلاف كل الله عز وجل هذا ممكن هذا صحق هو الأساس أولا ثم بعد ذلك يدعوا إلى الاجتماع هذا الاجتماع مطلوب والتفرق منه عن لا أسم الله جل وعلا لا أقر هو أعتصر بحبل الله سميعا ولا تفرق ما قال التسمع تفر بل قال عتصر بحبل الله وحبل الله هو التوفيق وهو الديد وهو الإسلام الاجتماع لا يقول إلا بالتوفيق والإسلام والإيمان شعد بالقبول من من دعا إليها علما وعملا وسرط الإنقياد بالعمل بما تقتضيه شحى لأكثر من يقولها قديما وحديثا ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر يقولون لا تدسون الناس بهذا التوحيد توحيد توحيد بس بتوحيد يا سبحان الله هذا سمعناه منهم وقرأناه لبعض سفرهم هؤلاء يفتع عليهم من الرجل إن لم يتوبوا إلى الله سبحان الله أن يستثل التوحيد يستثل معنى لا إله إلا الله والدعوة إليه وبيانه من الناس هذا يكون مرتبت علينا نعم ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من شبر أو هوى هذا هو يعرف معناها ويعرف مدلولها ولكن يمنعه من الانتزام والعمل بها أي أشياء إما محبة الجام والسلطة وإما هوى في نفسه يتعارض مع النبي لهذه الكلمة هذا هو الذي حقا للمتلكين ما فرص التوحيد لذلك لسبب النحوة الجاهنين لسبب تمسكهم بعادات آبائهم وأجدادهم قل لهم نقولون ما ما سمعنا بهذا لآبائهم الأول ما سمعنا بهذا جملة الآخر أتنهال عما كان يعبد آبائهم هذه مقالاته نعم ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من شبر أو هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي تثيرة منها قوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإفوالكم وأجواجكم وعشيرتكم إلى قوله ستربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهجي القوم الفاسقين نعم قال في فرك الهجرة والجهاد فكان يقول لا إله إلا الله فرك الهجرة مشحة بوطنه وماله فرك الجهاد بسبيل الله خوفه من القجل فهم ينفذوا رياله قل إن كان آبائكم وأبناؤكم وإفوالكم وعشيرتكم 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 ومساكم فرغونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيل الله فلا إله إلا الله تقتضي الهجرة من بلاد الشرق لا بلاد التوفي يعني اللي اقتضى لا إله إلا الله وتقتضي الجهاد في سبيل الله لإعلاق هذه الكلمة ونفي ما يضافها فمن لم يعمل هذا فقد آخر لا تهواه نفسه على ما يحبه الله ورسوله حب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيل يتربط يعني تضي هذا وعي حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الباسقين كما هم فاسقين خارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى نعم وعما أهل الإيمان الخلق فهم الذين آتوا بهذه الكلمة واجتمعت لهم قيودها التي قيدت بها علما ويقينا وصدفا وإخلافا ومحبة وطدولا وانقيادا شروط الشر وعادوا في الله ووالوا فيه وحبوا فيه وأبغضوا فيه هذا علامة الإخلاق المعادات في الله والمحبة في الله هذه علامة الإخلاق وحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله وقد ذكرهم الله تعالى في مواضح من سورة براءه وغيرها وخفهم بالسناء عليهم والعفو عنهم وأعدلهم جنته وأنجاهم من النار كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض تأمرون بالمعروف وينهون عن المنصف أولياء بعض بعضهم أولياء بعض هذا أول تأمر المحبة في الله والمعادات فيه تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هذا كله المضمون لا إلا عنهم ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فطال الله تعالى والسادسون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الحوث العظيم فرتب هذا على اشتباع السادقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين قالوا لهم كلمة مخلقين وهاجروا من أجلها وجاهدوا في سبيل الله من أجلها واستشهدوا وقتلوا في سبيل الله من أجلها وصرفوا الأوطان والأموال من أجلها فالذين جاءوا وقتدوا بهم من المتأكلين يكونوا معهم ورسلوا فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل لا إله إلا الله وغير اتبعهم بإحسان أو مجرد انتفاع بإحسان وهو صدق المتابعة وغير هذه الآيات اتناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة فمن تدبر القؤان وعرف تفاوث الخلق في نحبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والعرب من معطيته وإيثار ما يحفه تعالى رغبة وعمل وترك ما يكرهه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأحوالهم وأعمالهم ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوث البعيد تبين له خطأ المغرورين لا لا فهؤلاء ومن التفاوث لن نعود إن شاء الله مع قوله تعالى والذين اتبعوه بإستاذ ومن التفاوث ومن التفاوث بإعادة الإزادة تبين لطاعته ومن التفاوث ومن التفاوث ومن التفاوث ومن التفاوث أولا قبل الإزادة على هذا السؤال إخوان تضايقون عند الصرار وورى الأبواب سعة ثلاث صفوف حلفية ثلاث صفوف خلفية وعندها المدنغونات وعندها الكهرب ومن التفاوث يفلل الداخل سوى أو سوى العظم الصلاة يسدون الأبواب على الناس الذين يدخلون يطلعون لا مزاعي هذا تتركوا مجال لن يطلعوا وأما أن أهم الفنك يقولون نحن لا نحب نحن نؤمن بكتاب ربنا وحنة نبينا على مصدد صلى الله عليه وسلم ولا نعلم غيره الشباوات والأرض لا نعلمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى فلا نتكلم عنها إلا بما تبث الدليل والحديث ليس ضعيفا الحديث ضعفه ضعفه لا تنصحقه من الاعلة لا لا تنصحقه وفي المصدد صلى الله عليه وسلم أصبح لا تنصحوا بإطلاقه وحنة نفسهم صلى الله عليه وسلم عامرهم هنالعنج في السمت فسله خالف لكن عند أهل العلم عامرهم يعني ساكنوا عمروها أثر من معاما يعني سكنوها فحرتوها وبرعوها أثاروا الأرض وأثاروا الأرض وعمروها يعني سكنوها العمران هو السكنة إن شاء البائدة من مدان ما فيها سكنة يعني ما فيها سكن عمران فسير خراب المباني الشامقة أن الله فيها سكان هل يستمى خراب ما يستمى عمران إلا أنه سكنة لكن دول العوام عمرت الدار أو عمرت الجسر عمرتهم معنى أخبارهم عمرتهم يعني سكنت يعني سكنت وفانك سوى الأريم لأن لاك هوраш لأن peripheral كلا تشاهدوا الجسر فمنونر أهم سكن تعاليا أعلمتوا عم� carry and ومستمر معه يصبح. أما إذا جاهج نسه كثير منها تجدونها لكن يجاهدون أن يصبح نسه تحتاج له جاهز. إن استسلم وإستطفل العبادات في ذكاته يصبح في معنى الحق وأما إذا جاهج نسه تغلب عليها فإنه لا. فإنه لا يسهد من شرك الأصحر فإنه لا يسهد من الله فإنه لا يسهد من الشرك الأصحر من الشرك ألق كإساء عبد الحمير كإساء عبد الجنات هذا الشرك لأن عبد نحتفظها للآله لكن هذا ينسمى بالشرك الأطفل هذا هو بالشرك المهم من الله نعم لا بد منها لا بد منها نستفيد أما لو نبالها وطرق الأعمال ولم يعمل شيئا فهذا لا تسبعه لا إلهة لكن يحمل على أنه قالها مخلصا مؤمنا بها ومات على ذلك أو إلا المعاصم التي سجلت عليه هي السكر والله جل وعلا يضح المدونة حشة لن يشاء نعم ولم يقول الله أن أفضل وعليس من أحسن وعليس أن هذا لا يظلم عليك ما هو معنى أنك ينظر عنه هو حاصر والعاصر ظالم من أحسن حاصر من أحسن ولكن لا ظلم عنه من الله جل وعلا لا ظلم عنه أي من الله فالله يوكف عمله وإن كان قليلا نعم فالمراجلة يظلم عن الله جل وعلا لا ولا يظلم أبك أحدا إن الله لا يظلم مثال جرح لا ظلم اليوم إن الله شريع الكتاب لا وعليس أهلا استدلوا بها فعلا استدلوا بها ذات لذلك المراجة المجرد للطل الله لا يسمع يأتي المراد حول لا إله إلا الله لأن اللغة على المخرجة لا تكون ذكرا بل لا تكون كلاما اللغة على المخرجة لا تكون كلاما فظلا أن تكون ذكرا وعبادا فلا بد من أن تكون سلمة مرتبة من فعل وفاعل أو من جملة الله لا يدفر بالسلمات المخرجة أبد إنما يؤثر بالجملة سبحان الله الحمد لله جملة لا إله إلا الله الله أكبر كل جملة لا ورد إلا الله يؤثر في جسم المخرج أبدا نعم وإذن الله يحضر إراءة جهاز السبيل المنطورة أن لا تكون ذكرا وعندها في جسم الله نحن ذكرا لأن لا تكون ذكرا وعندها في جسم الله إلهات السبيل الله وإلا تكون ذكرا وعندها في جسم Melissa وعندها في جسم الله ومعنكم السبب هل تكون ذكرا وحل من أولها والصدار أو في أقل المطار لا تكون ذكرا إذهب وحدك إذا عندك استطاعك إذهب وحدك لا تذهب مع المثلثين مع المثلثين إذهب وحدك أو مع هالك الترثين لا عيسى عليه السلام السغير من الأنبياء عند الله سبحانه وتعالى عند الله في السماء وأجسام الملكين منهم الملكين منهم أجسامهم في الأرض أجسام الأنبياء في الأرض في القمور لكن أرواحهم في السماء وأما عيسى عليه السلام فروحه هو اسمه في السماء فهو لا يجعل حاليا لا إنو assume تذهب في السماء مجدد الوصول إلى كل المطلسين 이게 إلى كل الإلكم أن لا يجعل حول شراء فهو صحيح أصدقى ذلك لا بدون أعمال.. و لا أعماله بدون الإيمان لا بد من الإيمان.. الإيمان والعكس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا ينفع الإيمان و ،ا و امدّروا response لا بد من ترفيذ الأسمهم الإيمان و العكس و لهذا قال أهل السلس الإيمان قول باللثان وعمل من القلب.. ôngضحه بالجوائع هذا هو الإيمان لا قول باللسان رقض ولا اعتقاد بالقلب رقض ولا عمل بالزوالح رقض بل لابد من اجتماع ثلاثة حتى يكون ايمانا لا الكرط مخلوق ما هو الحلم ما هو هو الحلم الكرط مخلوق وهو اعظم من الاستماوات والارض و العرش اعظم من الكرط والور اعظم من كل شيء سبحانه وتعالى مخلوقات العرش الشماوات الكرط العرش كل هذه مخلوقات علوية كلها مخلوقات العويلية دعوها افضر من بعض شماواة الكرط اعظم منها العرش اعظم من الكرط يعني المترجم للقناة 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 هذه الآية في أمور الشريعة لأنهم تلقوها عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباسرة المترجم للقناة 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 فهذا أيضا لم يستدعهم بإحكام فالخالفهم وأضاف وأثنج إليهم شيئا لم يقولون كثير من الجهان أو المستدين في طلب العلم اليوم ينسبون إلى الثلاث أشياء لا لم تدعوا عنهم ولم يقولون وليس لهم مربح بهذا يرجعون إليه يجب أن تدعوا لهذا الأمر لا مجرد الانتساب إليهم من غير تحقيق ولا الانتساب إليهم وإباثة أشياء إليهم لم يقولوها ولم يتحقق منها ولم يتذبت منها قوله تعالى بإحكام هذا طيب وما كل من ابدأ متابعة السلف صحابة يكونوا مشققا حتى يتبعهم بإحكام وذا بك يتدعي معرفة ماهم عليهم كيف يتبعهم بإحكام وهو لا يدري ولا يعرف ماهم عليه هذا الإنسان يجرس ويطلع على ما كان عليه كره الصالح من أجل أن يتبعهم بإحكام وإلا إذا لم يعرف ماهم عليه فإنه لا يتبعهم بإحكام هذه الأمور يجب استفطن لها والذين استبعوهم بإحكام ثم وعدهم الله بهذا الوعد رضي الله عنهم ورضوا عنهم وعد لهم جنات تجري تحتها الأنار وخالدين فيها أبدا لذلك الفوز العظيم هذا جزاء من اتبع ساتفين الأولين من المهاجرين وأنصار بإحكام جزاءه الرضوان وهذا أعلى شيء ولذلك بدأ الله به رضي الله عنهم ورضوا عنهم وأعد لهم جنات هذا الثاني فالرضوان أعظم من الجنات رضوان الله عليهم أعظم كما قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر نعم فهؤلاء ومن السبعهم بإحكام هم أهل لا إله إلا الله هؤلاء يعني السادقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحكام هم أهل لا إله إلا الله الذين حققوها قولا وعملا قولا وعلما وعملا هؤلاء هم أهلها وألزمهم سلمة السقوى يعني لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلهم وغير هذه من الآيات في التناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة فمن تدبر القرآن وعرقى ففاوت الخلق في محبة ربهم وتوسيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإتار ما يطبه تعالى رغبة وعملا وسرط ما يطبه خشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم واعتبر الناس بأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم ومياتهم وإرادتهم وما هم عليهم السفاوت البعيد فبين له خطأ المغرورين ولا يكتبه بمجرد لأخذ الناس على ضواهرهم بل لا بد أمنهم يتحقق منهم تحقق منهم من علمهم ومن اتباعهم ومن تحقيقهم يكتبه بمجرد انتسابهم للسلس أو انتسابهم للصحابة حتى يعرف حقيقة ما يدعون وما يقولون إن كثيرا من من يدعون دعواء لا يحققونها قد يدعونها من الباب الخديعة والنطر للمسلمين نعم فلا يجب التفرع مع الناس نعم نحن لا نسيئه الظن بمن أظهر الخير لا نسيئه به الظن لكن لا نمنحه الثقة نحن لا نسيئه به الظن عن شراء من أظهر الخير لا نسيئ به الظن لكن لا نمنحه الثقة ولا اعتمد عليه حتى نعرف حقيقة نعم فما في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفيث من دان نفسه وعلينا بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني هذا حديث جامعنا الفيث عن العاصل من سياسة وهي العاصل من دان نفسه يعني حاسبة الإدانة المحاسبة حاسب الإنسان نفسه ولا يذكيها ما يذكي الإنسان نفسه فلا تذكوا أنه سكوا هو أعلم منه بل يحاسب نفسه ويعتبرها مقصرا ومفرقة في جنب الله دائما يحاسب نفسه هذا هو العاقب أما الذي يذكي نفسه ويمدح نفسه فهذا ليس بكي ولا حاسب هذا الشيء الشيء الثاني عالل لما بعد الموت لابد من العمل أيضا لابد من أمرين محاسبة النفس والعمل للدان الآخر هذا هو العاقب من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان هذا مجرد الانتشاب من غير تحقيق ينتفد إلى الحق وإلى سباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من غير تحقيق ويقول لا إله إلا الله لكن من غير تحقيق لمعناها وعمل بمفتدار لن يتبع نفسه هواه كل ما تطلب ولو كان في معطية الله أعطاها هي هذا عاجز في الحقيقة ويتمنى على الله الأمان والأمان رأس مال المفاليس الأمان رأس مال المفاليس تمنى الإنسان بدون أنه يعمل هذا لا يفيده شيء نعم قوله والاسترمدي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض حطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لنأتيتك بقرابها مغفرة هذا الحقيق في فضل التوحيم جائلا أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم هذا يسمى بالحديث القدسي الحديث القدسي هو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل فيكون القائل هو الله والمتكلم هو الله والراوي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي من كلام الله لقبه ومعناه وأما الحديث النبوي فإن معناه من الله وحل من الله ولكن لقبه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرق بين النوعين حديث القدسي حديث النبوي هذا من ناحية النحية الثاني أن الرسول يقول قال الله وهذا يقول لا ما قال الله وإن ناس الذي قال هو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هذا غلط واضح وما أظن لحد من الكادتين تتكلم بهذا السلام فكانوا يرون الحديث القدسي كما جاء ولا يفعرضون بمثل هذا السلام والفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي كل منهما سلام الله لكن القرآن متعبد بكلاوته والحديث القدسي ليس متعبدا بكلاوته أيضا القرآن ثبت بالثواتر القفعي ثواتر القفعي الحديث القدسي الحديث القدسي قد يكون آحادا قد يكون آحادا يعني ليس متواترا وأيضا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب السلام أما القرآن العظيم فإنه ثبت بالثواتر القفعي هذا الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن كل منهما سلام الله لكن بينهما خروق نعم في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله الحديث في المنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله جل وعلا يقول يابنى آدم هذا خطاب من الجنس خطاب من الجنس الجنس بني آدم والمعنى يا بني آدم لأن المصر بلا وظيف يعود فقوله يا ابن آدم مثل قوله يا بني آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا القراب أو القراب هو ملء الشيء ملء الشيء أو ما يقارب ملأه فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملأ الأرض ملأ الأرض أو ما يقارب ملأه خطايا يعني ذنوب ومعاصر لكنها دون الشرك وفي هذا قيده لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يعني ذنوب دون الشرك أما من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفر له كما قالت يلا وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك يعني دون الشرك من الذنوب والمعاصر لمن يشاء سبحانه وتعالى ففي هذا الحديث قبل الترحيل لأن من سيل من الشرك فإنه أتى بالتوحيد فيحصل على هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى وهو المصر هذا يوافق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قلوا ما دون ذلك ما أي موصولة لصير العموم يعني يعني يغفر الظلوب التي دون الشرك وإن كانت سبايا وإن كانت من السبايا فإن الله جل وعلا يغفرها إلى شاء سبحانه وقد يعجب صاحبها ثم يغفره الجنة بعد جلاله ثم لقيتني لا تشرك بشيء بهذا القيد فدل على فضل التوحيد وأن الله يكفر به أن الله يكفر به الجنوب ودل على أن من لقي الله بالشرك فإن الله لا يغفره لك هذا فيه فضل التوحيد فهذا واضح من الحديث لا يتيتك بقرابها أي ملأ الأرض مغفرا فرحمته ومغفرته وسعت كل شيء مغفرته أعظم من جنوب ابن آدم نعم فيها من ظن فمن ظن أن لذن من لا فتعه مغفرة الله فإنه لم يعرف الله سبحانه وتعالى فمغفرت الله واسعة فمغفرت الله واسعة إلا الشرك فإنه لا يغفره نعم في هذا الحديث يقول جل وعلا الذين يكنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمر إن ربك واسع المغفرة واسع المغفرة نعم نعم لأن لا إله إلا الله كان في الشرك فهذه في أهل لا إله إلا الله هذا الحديث في أهل لا إله إلا الله الذين قالوها عارفين بمعناها عاملين بمكتباه فالتي ردحت بجميع المخلوقات وبميع السيئات فلا إله إلا لا ردحت بجميع المخلوقات كما في حديث أبي سعيد الذي قبل حديث أن موسى عليه السلام قال يا رب علمي شيئا أذكرك وأذكرك الحديث ما رد رجحت في السماوات وحديث البطاقة الذي قبله فيه لا إله إلا الله رجحت بالسيئات وهذا الحديث مثل حديث البطاقة أن لا إله إلا الله ترجح بالسيئات التي دون الشرك نعم وأن لذلك هو طرف الشرك قليله وكثيره لا تشرك بي شيئا لاحظ لا تشرك بي شيئا سلمت شيئا تعني تجنب الشرك الأكبر والأسعر تجنب الشرك الأسعر والأكبر لأن كلمة شيئا في سياق النفي تمتعهم كل شيء كل شرك سواء كان أكبر أو أكبر لكن الشرك الأكبر لا يغفر لصاحبه ويخلد في النار أما الشرك الأصغر إنه لا يغفر لصاحبه لكن لا يخلد لا يخلد في النار من يعذب بقدر جنبه ثم يدخل الجنب نعم وذلك يحصد هذا على القول بأن الشرك الأصغر لا يغفر في من يرى أن الشرك الأصغر يدخل في مغذرة الله عز وجل نعم وذلك يحصد سمار التوحيد فلا يتلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتا بما تقصديه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول شروط لا إله إلا الله وغير ذلك مما تقتضيه فيك الكلمة العظيمة كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الموحف المخلص لله عز وجل الذي سلم من الشرك والليات الخبيثة نعم باب من حقق التوحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب أي هذا باب أتدى وقضر من حقق التوحيد على منتدى الثاني منتدى الثاني خبره دخل الجنة بغير حساب فتحقيق التوحيد تصفيته تحقيق التوحيد تصفيته من الشرك الأكبر والأطغر ومن الذنوب ومن البدع والمحججات على تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من الشرك الأكبر والأطغر ومن الذنوب ومن البدع والمحججات والمحججات من فعل هذا فقد حقق التوحيد والفرق بين هذا الباب والذي قبل هذا الباب الذي قبل هذا الباب الذي قبل أباب فبل التوحيد وما يكفر من الدنوب وهذا الباب أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا أعلى هذا أعلى أعلى من الأول لأن الأول قد يخاسب وقد يعذب هو موحد لكن عنده ذنوب قد تكون كذلك دون الشرك وقد يحاسب ويعذب عليها لكنه يسلم من القلوب من القلوب في النوم أما هذا الباب فهو في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذب لا يحاسب ولا يعذب أصلا وهذا لا يحصل إلا لمن حقق التوحيد الأول وحّت الله جل وعلا والثاني حقق التوحيد وهذا أعلى فالأول وحّد الله وسلمنا الشرك لكن قد يكون عنده ذنوب ومعاكم مخالبات دون الشرك قد يكون عنده بدع محجزات لكن بسبب أنه موحد فهو يأمن من القلوب في النار وقد يأمن من دخولها أيضا إذا شاء الله سبحانه وتعالى تحت المشيئة هذا تحت المشيئة أما من حقق التوحيد فهذا لا حساب عليه ولا عذب ادخلوا الجنة يدخلوا الجنة من أول واحدة لا يحاسب ولا يعذب وهذا مرقم صعب لا يصل إليه إلا إلا السابقون والمقربون ما يصل إليه إلا السابقون والمقربون نعم أي ولا أذاب لأي بحساب أي ولا أذاب نعم وتحقيقه تصفيته وتخليطه من شوائد الشرك والبدع والإصرار على الجنوب نعم تحقيقه تخليطه وتصفيته من شوائد الشرك الأكبر والأزرر ومن البدع وهي العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولا جليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله ومن الإصرار على الجنوب لم يقل من الجنوب لأن الإنسان بشر قد يطع بالجنوب لكنه لا يسر عليه بل يتوب منها بل يتوب منها ولا يسر عليها هذا هو الذي حقق التوتيب تجنب الشرك الأكبر والأطفر وتجنب البدع في دين الله عز وجل ولم يصر على ذنب من الذنوب بل يتوب لله عز وجل فيلقى الله وهو تاج من جميع الذنوب هذا هو الذي حقق التوتيب وهذا مقام رفيع لا يناله إلا المقربون والسابقون من هذه الأمة نعم فليت كانت ذلك فقد حقق توخيده ولن كانت ذلك حلص التوخيد وصفت من جميع أنواع الشرك وتجنب البدع وتاب من الذنوب ولقي الله ليس عليه ذنب لقي الله ليس عليه ذنب هذا هو الذي حقق التوتيب نعم وتحقيق التوتيب عزيز في الأمة ها عزيز في الأمة يعني قليل منصد ما يناله إلا أضراب من الأمة نعم لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلط الذين أقلطهم الله واصطفاهم واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلطين وفي قراءة يعني هذا ما يناله إلا الرسل الأمبياء يناله الأمبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ويناله الساجكون من أسباعهم من أسباع الرسل ويوسف عليه السلام من الأنبياء ولما عرضت له الفتنة لما عرضت له الفتنة وتجملت له المرأة وراودته عن نفسه حماه الله عز وجل حماه الله من الوقوع في الفاحشة لماذا؟ لأنه من عباده المخلطين وفي قراءة المخلطين المخلطين هذا السبب فذلك لنصرف عنه السوء والفحشة السبب أنه من عبادنا المخلطين وفي قراءة المخلطين فحماه الله بالإخلاق وهذا هو تحقيق التوحيد تحقيق التوحيد هو هذا هو الإخلاق نعم وهم في صدر الأمة كثيرون وفي آخرها هم الغرباء وقد قلوا وهم الأعظمون قدرا عند الله الذين حققوا التوحيد في صدر الأمة كثيرون لكن في آخر الجمال يكونون قليلين وغرباء لا يفقدون لا يفقدون بالأمة لكن يكونون قليلين وغرباء ويكونون مصطحبين ومحتقرين في الله أولاهم أهل هذه المرتبة نعم وقال تعالى كلة من الأولين وقليل من الآخرين نعم وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حميثا وما أنني المشركين هذا هو تحكير في الكون البراءة من الشرك إنني بريء مما تشركون والإخلاص لله إني وجهت وجهي أي نيتي وقصدي وعملي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حميثا مقبلا على الله معلظا عما سواه معنا كلف الأمر وما أنا من المشركين براءة من المشركين نعم أي أخلطت ديني وأخلطت عبادتي للذي فطر بريء لما تشركون يعني واحد وفي آخر الآية كذلك أعاد البراءة من الشرك إنني بريء إما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وحليثة وما أنا من المشركين أعاد البراءة جاء بها في أول الكلام وفي آخرين تأكيدا لها ألا تحقيق السوحيد البراءة من المشركين عما الذي لا يتبرى من المشركين هذا لم يخلط السوحيد لله أخلط لم يخلط السوحيد لله عز وجل قال يقول ما علي منهم لهم دينهم لي ديني ولا علي منهم ويستالف معهم ويأكل ويشرب ويذكل معهم ويجالسهم يقول لا أنا ما علي منهم لهم دينهم ولي ديني هذا لم يتبرى من يوم الشركين يتبرى منهم اتعد عنهم وعاداهم نعم أي أخلطت ديني وأخلطت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض وهو الله جل وعلا الفطر يعني خلق والفطر هو إيجاد الشيء من غير المثال ينسابق إيجاد الشيء من غير المثال ينسابق أي ابتدعها من غير أن يسبق لها نظيف لقدرته سبحانه وتعالى وفطرها يعني خلقها ابتداء هذا الفطر اللغة يقول العربي هذه دئر فطرتها بيد يعني أنا حضرتها ولا يسبق أن حضرها غير نعم أي خلقهما وابتدعهما على غير المثال سابق هذا معنى خطر السماوات ولا خلقهما من غير المثال متابق نعم حنيفة أي في خالقوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد متوجه إلى التوحيد ومعرض عن الشرك وأهلا نعم ولهذا قال وما أنا من المشركين هذا من بعد التأكيد إنني بريء مما تشكرون حنيفا وما أنا من المشركين كلها تأكيدات للبراءة من الشرك نعم ونظائر هذه الآية في القرآن فتير فقوله ومن أحسر دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم والسبع ملة إبراهيم خليفا واستخد الله إبراهيم خليلا أسلم وجهه لله أي ميته وقصده لله عز وجل لا ينوي ولا يريث غير الله سبحانه وتعالى بأعماله لا رياء ولا سمعة وتجنب الشرك أكبر وأصغر على معنى إسلام الوجه لله عز وجل إسلام الوجه هو الإخلاق هو الإخلاق لله عز وجل في القول والعمل وهو محتل أي مستبع للشراء غير مبتدع مستبع للشراء غير مبتدع وكذلك متجنب للإصرار على الجنوب والمعاصل فلا يبقى على ذنب بل يتوب إلى الله عز وجل نعم وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن مثل الذي قبلها يسلم وجهه لله أن يخلص العمل لله وهو محسن أن يكون عمله موافقا للشراء ليس فيه بدع ومحجزات لأن الله لا يقبل البدع والمحجزات لا يقبل إلا شراء سبحانه وتعالى ولو حسن قصد هاعله قال أنا ما قصد إلا الخير فتقرر إلى الله يقول لا هذا ما يكفي ما يكون ما تتقرر به من الله يوابق الشراء فإن كان مكترعا فإنه لا ينفع ولا يقبل عند الله شكرا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد نعم وقال تعالى ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوسطى فهي لا إله إلا الله ومن يسلم وجهه إلى الله هذا الإخلاق وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وتجنب للذبا هذا معنى لا إله إلا الله نعم قال العماد ابو كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول تعالى مخبراً عن من أسلم وجهه لله عماد الدين يعني لقب هذا لقب وإلا هو اسمه إسماعي هو اسمه إسماعي بالكريم يلقب عماد الدين يكلم أبا الفداء أبا الفداء هذا لقب أخر أما اسم العلم هو إسماعي ومن أئمة التفسير ومن أئمة المحجهين ومن سلاميه الشيخ الإسلام بالكيمية نعم قال العماد ابو كثير رحمه الله تعالى في الآية يقول سعالى مخبراً عن من أسلم وجهه لله أي أقلط له العمل وقاد لأوامله واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن أي في عمله واتباء ما أمر به وترك ما أنه زجر نعم هذا معنى الإسلام والإحسان الإسلام والإحسان الإسلام يعني الإخلاص والإحسان يعني المتابعة وعدم الابتداء وكثيراً من الناس لا يروحوا لهم العمل بالسنة وإنما يروحوا لهم العمل بالبدع والمهدجات ولا يحرصون على السنة وإنما يحرصون على البدع فلا حول ولا قوة إلا بيه هذه فكرة وهذا من الشيطان يريدوا أن يصدق عن الحق فتجدهم يتسابقون إلى البدع المخترعة ويتناقلونها ويكتبونها ويوجعونها على الناس في نشرات أو في كتب يحرصون عليها يعني الشيطان يؤذهم على ذلك بينما لا تجدهم يحرصون على السنة ولا يسألون عنها ولو علموها فإنهم لا يعملون بها إلا بكثور وقلة هذا من الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بيه فالبدع ينشطون في البدعين نعم يحرصون على نشرها وتوجيعها وتعميمها على الناس السبب أن الشيطان هو الذي شياطين الإنت والجن شيطان الإنت والشيطان الجن هم الذين يحثونهم ويقودونهم إلى هذه الظهور لأجل القضاء على السنة والشريعة لهذه القريمة ويقولون هذا ذكر هذا عبادة لله هذا عيادة الخير إلى آخر ما يقولون نعم فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال الإخلاق إنما يوجد بفرط الشرك والبراءة منه والبراءة منه ومن من فعله فما تقدم في الباد قبل هذا فالإخلاق يعني إفراج الله جل وعلا للقصد والمية والبراءة من المشركين هذا هو الإخلاق نعم وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانثة لله فنيفا ولم يكن من المشركين هذا قول المؤلف رحيم الله باب باب من حقق التوحيد دخل الجلة بلا حساب ولا عذاب وقول الله أي وباب قول الله تعالى ويصلح الرافع وقول الله يكون معفوف على باب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانثة لله حميثا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه هذه صفات إبراهيم عليه السلام الذي هو القدوة وهو إمام الحنفة وأب الأنبياء صلى الله عليه وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرتلين هذه صفاته عليه الصلاة والسلام ذكر الله له خمس ذاته الأولى أنه كان أمة والأمة معناه القدوة الأمة هو الإمام بمعنى واحد أي القدوة قال إني جاعلك للناس إماما وإذبت لأ إبراهيم ربه بكلمات بأسمه قال إني جاعلك للناس إماما إماما يعني قدوة فالأمة والإمام بمعنى القدوة قدوة في الخير وقيل معنى كان أمة أنه أول ما بعده الله لم يكن على وجه الأرض لم يكن على وجه الأرض مؤمن بل كان وحده كان وحده على الإيمان والتوصيل فكان غريباً في وجه الأرض كان وحده كان وحده كان وحده كان وحده وحده غيره عليه الصلاة والسلام كان وحده كان وحده كان وحده خارفاً لله والقنوط هو الثباث على الطاعة أي ثابتاً على طاعة الله سبحانه وتعالى مداوماً عليها هذه الثباث هذه الثباث الثانية الثبوط على طاعة الله وعدم التجحجح عنها لأي لأي غرض إنسان لا من التهديدات ولا من المغريات لا يتجحجح عن طاعة الله ثابت عليها فلا يتأثر فلا يتأثر بالمغريات يترث الطاعة ولا يتأثر بالتهديدات والوعيد من المخالفين فيترث طاعة الله سبحانه وتعالى بل هو ثابت عليها والقنوط في اللغة الثبوط والدوام أما اللي تزعزع ويتأثر مع الأحداث ويتحول عن العبادة أو عن الطاعة مع أول طالف من شهوة أو شبهة أو تهديد هذا ليس خانثا لله خانثا لله خانثا لله حنيفا عن الصفة الثالثة الثالثة والحنيف هو المقبل على الله بجميع قلبه ووجهه المعرض عما سواه هذا هو الحنيف وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم أي الصلاة والسلام الإقبال على الله والإعراض عما سواه هذه الحنيفية الصفاء الرابعة لم يكن من المشركين هذه الصفاء الرابعة أنه كان بريئا من المشركين يتبرأ من المشركين ولم يقتصر على كونه أمه تقانث حنيف لم يقتصر على هذا بل كان يتبرأ من المشركين جني بريئا مما تشركون وما أنا من المشركين من الأصول العقيدة البراءة من المشركين شاترا لأنعمه هذه الصفاء الخانث أنه يفكر نعمة الله عليه ولا يتكبر بها ولا يضطر بها ولا ينتى ربه سبحانه وتعالى كما يبعد شهير من الخلق الذين إذا أنعم الله عليه اغتروا وضطروا وتكبروا على الناس وتجبروا ما جادته نعم الله إلا شكرا وتعبدا لله أزوجه هذا هو الذي حقق التوحيد من استصرها ليصفك فقد حقق التوحيد فاعرض نفسك عليها اعرض نفسك على هذه الاصفات إن توفرت فيك فأنت قد حققت التوحيد فأبشت بوعد الله سبحانه وتعالى وإن كان عندك تخصير فيها أو خللت عليك بالتوبة لا تقمت من رحمة الله بادل بالتوبة وسجل خلل وإصلاح النقص والله يتوب على من كان نعم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يمدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنثاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية من جميع الطوائف المشركين هو اليهودية والنصرانية هذه حدثت بعده فليست على دين إبراهيم يعني اليهودية والنصرانية المحرفة المحرفة ليست على دين إبراهيم هذه حدثت بعد وهذا قال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيثا مسلما وما كان من المشركين يا أهل الكتابي ما تحاجون في إبراهيم وما وندلت الثورات والإنجيل إلا من بعد أفلا تعفلون؟ فليظلون إن اليهودية والنصرانية دين إبراهيم يسلبون على الله سبحانه يسلبون على إبراهيم والمقفود اليهودية والنصرانية المحرفة أو المنسوخة المحرفة أو المنسوخة يعني ليست لا من دين موسى ولا من دين عيسى ولا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم والأمة هو الإمام الذي يقتدى به والقالس هو القاشع المطيع نعم والحنيث المنحرف قفدا عن الشركين التوحيد ولهذا قال ولم يكن يا المشركين نعم وقال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحدة والناس كلهم إبداف كفار قيتوا وكل القولين حقا فقد كان الخليل عليه السلام عليه السلام كذلك وقول مجاهد والله أعلم لما كان الخليل كذلك في اتداء دعوته ونبوته ورسالتي عليه السلام فالنجحه الله تعالى بكدرئته من المشركين فما قال تعالى وترسوك تابي إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال يا بيه يا ذكري ما تأبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني فالصديق هو المبالب في الصدق مع الله ومع الخط فلا يخدر عنه كلف أبدا فهو الصديق نعم وقول لهذا قال الله عليه وسلم إن الرجل ليصدق ويتحرّف صدق حتى يفتب عند الله صديقا وإن الرجل ليصدق ويتحرّف صديقا حتى يكتب عند الله كلابا وقوله وإن من شيعته إبراهيم من شيعته يعني أتباع الشيعة معناه الأتباع هذه معنى الشيعة في اللغة وإن من شيعته أي شيعة نوح عليه الصلاة والسلام ما ذكر الله قصة نوح أول الرسل عليه الصلاة والسلام قال وإن من شيعته أي أتباعه على دين إبراهيم والرسل كلهم عليه الصلاة والسلام دينهم واحد كلهم من أول إبناء آخرين دينهم واحد وهو إطراج الله جل وعلا للعبادة وترك عبادة ما سواء والبراءة من الشيعة واحد هذا دين الأنبياء على يوم الصلاة والسلام جميعا أما الشيعة في الوقت الحاضر اسم الشيعة يتخذ للذين ينتحدون الانتساد لأهل البيت ومحبة أهل البيت هذا اختلاحا حادث هذا اختلاحا حادث وشعار مبتدع لأن كل المسلمين والحمد لله كلهم يحبون أهل البيت ما يبغض على البيت كل المسلمين يحبون أهل البيت المستقيمين على طاعة كلهم يحبونهم ويوفرونهم ويكرمونهم ويعرفون قجرهم بل الشيعة يتخذون ما هم الشيعة لأهل البيت يخالفون أهل البيت أهل البيت أهل التوصيد وأهل العصيد وأهل البيت والشيعة الآن مشرفون ومتبعون فليسوا الشيعة أهل البيت الحقيقة لا وقوله وإنني شيئتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم صار لشيعة روح لأنه جاء ربه بقلب سليم والإخلاق لله عز وجل نعم فهذا والله أعلم فالك اجتداء دعوتي عليه الصلاة والسلام ولم يكن إذ جاء فعلا ومسي الأرض مسلم غيره وذلك جاء الحديث نعم وقوله وإنني شيعته هذا في أول بعثة إبراهيم عليه السلام لم يكن على وجه الأرض من هو على دين نوح غير إبراهيم عليه السلام وفيما بعد صار المسلمون كلهم من شيعة نوح عليه السلام ومن شيعة جميع الأنبياء فكل المسلمون من شيعة الأنبياء عليه الصلاة والسلام نعم وقوله وَلَنْ يَكُمْ يَا الْمُسْرِكِينَ فَقَدْ فَارَقَ الْمُسْرِكِينَ وَالْمَحَبَّةِ وَالْمَوَجَّةِ فهو كان تبرى حتى من أبيه فاتخده عدوا أقرب الناس إليه فكانت لكم رسوة حسنة في إبراهيم وَالَّذِينَ مَعْهِ إِنْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْتَهِ وَلِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْدُونَ إِلَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَجَوَةُ وَالْبَغْوَاءُ أَبَدًا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وما كان استخدار إبراهيم لعبيه إلا عن موعدة وعدائية فلما تبين له أنه عدو لله تضرع له إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُ الْحَلِيمِ عليه الصلاة والسلام نعم فقد خارق المسركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليهم يشرك بالله في عبادته وفكر الأصنام وصبر على ما أصابه في ذات الله جعلهم بذلك لما ذهبوا إلى عيدهم وهو اعتذر عن الذهاب لأنه مريض اعتذر عن الذهاب معهم للعيد لأنه مريض يعني قال أنه مريض قال إني سقيم فلما ذهبوا إلى عيدهم وفرغت الأصنام ما عندها حد ذهب إليها وكسرها كسرها بذلك من يجر على هذا بين أمة ظالمة غاشمة وكسر أعلم شيء عندهم وهو الأصنام لا يجر على هذا إلا أهل الإخلاق أهل يقين بالله عز وجل وهو يتوقع ماذا سيكون منهم ولكنه صبر صبر في ذات الله عز وجل فكانت العاقبة له قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراه وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأفتنين نعم لكن بعد الصبر بعد الصبر وتحمل المشقة لا لهذه المركزة لا لها بدون ثمن نعم وهذا هو تحقيق التوحيد وهو أساس الدين ورقصه هذا هو الذي فعله إبراهيم عليه السلام هو حكاة التوحيد الإخلاق وتحقيق التوحيد فمن يريد أن يحقق التوحيد فليتبع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نعم يسير على نهجه وعلى منهجه الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشقة فنبينا صلى الله عليه وسلم بعد الله بإحياء ملة إبراهيم بإحياء ملة إبراهيم وإعادتها نعم فما قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين والإسلام معنى هو الاستسلام والانقياد أسلم أي استسلم وأنقذ لربك عز وجل قال أسلمت لرب العالمين نعم وأنت تجد أكثر من يقول لا إله إلا الله ويدعي الإسلام يقعل الشرك بالله في عبادته هذا لم يسلم لم يستسلم لله وإن قال إنه مسلم بلتانه لكن أفعاله تكذبه أن يقول أنا مسلم أو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يذهب يدعو غير الله ويستسلم إلا الله ويتعبد إلى الله بالبدع والكرافات هذا ليس صاجقا فيما يقول نعم بدعوته من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطوابط والزين وغيرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر